جمع الصيني ليوانك ثروته في أسواق المال وهو الآن بصدد استكمال عدة الثري الجديد بشرائه يختا من خلال تجوله في مرفع داليان حيث قد يصل سعر المركب إلى 80 مليون يورو من دون احتساب الضرائب أنا لا أعرف حقا الكثير عن اليخوت في الوقت الراهن ليس لدي الكثير من المعرفة أولا لابد من التفكير في الحصول على الترخيص ثم أعتزم شراء يخت بدأ السوق من نقطة الصفر لم يكن هناك تنظيم ولا ثقافة حول اليخوت ولا يوجد منفذ خلال السنوات الخمسة الماضية بدأ السوق يتحسن والعملاء أصبحوا أكثر فأكثر مطلعين ويعرفون ماذا يريدون أن يشتروا وقد استضاف مرفع داليان في شمال شرقي الصين للمرة الأولى الشهر الماضي معرضا لليخوت يركز على الأوساط الفاخرة وأجمعت شركات بناء اليخوت التي التقتها وكالة فرانس بريس على أنه رغم نفور الصينيين من الشمس ومع أن ثقافة اليخوت لا تزال في بداياتها إلا أن السوق الصيني واعد جدا ويشكل الطلب الذي انطلق من الصفر نموا بفضل الشركات التي تجمع بين الترفيه والأعمال إلا أن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها بقوة الرئيس الصيني أثرت على هذا الازدهار ويعول القطاع الآن على توجه السوق إلى المراكب الصغيرة أو خلاف ذلك إلى اليخوت الضخمة وفي الصين راهنا ثلاثة ألاف ياخد ترفيهي في حين أن الولايات المتحدة تضم واحدا لكل خمسة عشر مواطنا اشتركوا في القناة